أنا بس هقول لكم كده سرد لتاريخ الانتصالات للعرب في كأس العالم بداية كانت من تونس في 78 فازت على المكسيك 3-1 ثم الجزائر فوز على ألمانيا الغربية في مونديال 82-2-1 ثم فوز الجزائر أيضا على تشيلي في 82-3-2 ثم فوز المغرب 86 على البرتغال 1-0 طبعا نتذكر هذا المنتخب فوز طبعا منتخب السعودي ما أنا بقول لكم أكتر منتخبات العربية تحقيقا للفوز في المونديال أو النسخ المونديالية في السنين اللي فاتت يستانت 94 على المغرب 2-1 ثم فاز على السعودية فازت على بلجيكا 1-0 في مونديال 94 ثم المغرب بتفوز على اسكتلندا في 98-3-0 والجزائر بتفوز على كوريا الجنوبية في مونديال 2014-4-2 و2018 طبعا الفوز اللي حقاو المنتخب السعودي على منتخب مصر 2-1 ثم فوز في 2018 أيضا للمنتخب التونسي على باناما 2-1 وأخيرا النهاردة إن شاء الله وليس أخيرا السعودية بتفوز على الأرجنتين 2-1 يعني ده تاريخ العرب في كأس العالم في حالات الانتصارات إن شاء الله دايما في انتصارات مستمرة وبالتالي يعني كلام كتير على السعودية النهاردة وعلى المدير الفني اللي يمكن من وجهة نظري هو من أفضل مديرين فنين اللي جم في المنتخبات العربية طبعا فيه مديرين فنين كتار جم على المنتخبات العربية لكن هيرف رينارد من المديرين فنين الأقوياء الصراحة كنا بنشوفه مع المنتخب كوديفور بنشوفه مع المغرب مع زنبيا كان مرشح بشكل قوي جدا جدا للمنتخب المصري في وقت من الأوقات لكن ظروف معينة واختيارات معينة ما خلتهش يبقى متواجد مع المنتخب المصري في التوقيت ده أجيري هو اللي كان تواجد في التوقيت ده ولكن طبعا المنتخب السعودي والفكر الموجود عند الاتحاد السعودي والدعم الكبير اللي بياخدوا هيرف رينارد مع المنتخب السعودي مع تطوير المسابقات الخاصة بالدوري المحترفين في السعودية وربطة اللاعبين في السعودية